مرد البحرين الدولي للطيران استطاع أن يحاقق نجاحات ملموسة خلال نسخته السابقة ليكون حادثا عالميا وعلامة فارقة في صناعة الطيران وفي نسخته الرابعة التي سوف تنطلق يوم غد والتي ستشهد تطورا ملحوظا من حيث التنظيم وعدل الشركات المشاركة والخدمات والفعاليات المصاحبة عندما تم تتشينه في عام 2010 كانت الأمال تتجه نحو تحقيق سمعة عالمية في إقامة مثل هذا النوع من المعارض وكانت الطموحات تكبر كل عامين في جعل هذا الحدث يترك بسمته بقوة في عالم الطيران معرض البحرين للطيران الذي أضحى اليوم حدثا عالميا يستقطب كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع أصبح ينافس معارض في الشرق الأوسط والعالم وأصبحت له أهمية في صناعة هذا القطاع معرض طيران البحرين 2016 نسبة المشاركة فيه أكبر من ناحية الكم عن السابق فيما يقارب 30% مركز العمليات الجوية يوفر كل ما يحتاج الطيار لتمكين الوصول والطيران في موقع الحدث أو عرض الطائرات في منطقة الستاتيك إيريا أو في مقادرة الحدث بعد انتهاء المعرض غدا ستنطلق النسخة الرابعة ليعود ويقف دائرة الضوء العالمي ويدهر قدرة وجهود مملكة البحرين في تنظيم وإقامة مثل هذا الحدث فالنسخة الرابعة تتميز بزيادة عدد الشركات المشاركة وتوسعة المرافق الخدمية والترفيهية المعرض يتطور أكثر فأكثر وقاعدين يشوف الاهتمام الدولي للمعرض الشيء اللي خلى معراضنا شوي مميز بالنسبة عن المعارض الأخرى فالحمد لله معراضنا وصل مستوى جدا أكثر من جيد جدا أو ممتاز بفضل قائمين عليه طبعا سمو الشيخ عبدالله بن حمد آل خليفة والقائمين على هذا المعرض شغلنا الأساسي هو التأكد من سلامة المعرض ككل وسلامة العرض الجوي سمعة المعرض قد تنامت خلال النسخ الماضية وحجم المشاركة قد تضاعف عدا عن المردود الاقتصادي وعن بصمة البحرين الواضحة في تطوير قطاع الطيران سهر عصفور لمركز الأخبار تلفزيون البحرين